تبدو مدينة هيل وكأنها تعيد ابتكار نفسها في الطاقات المتجددة حيث تستفيد من خطط الحكومة البريطانية في هذا المجال والتي تهدف إلى القضاء على انبعاثات الكربون بحلول عام 2050 في المدينة يوجد أكبر مصنع لشفرات التوربينات الهوائية في البلاد تم افتتاحه قبل ست سنوات وأعطى دفعا قويا للوظائف والاقتصاد في المدينة منذ عام 2016 تم إنتاج نحو 1500 شفرة لتوربينات هوائية يصل طول كل واحدة منها إلى 81 مترا أي ما يعادل تقريبا طول جناح طائرة إيرباس 380 ذات الطابقين مجموعة سيمينز جاميسا الإسبانية للطاقة المتجددة التي ستفتتح مصنعا لها في مارس في مدينة هافر الفرنسية توسع أيضا نطاق نشاطها في مدينة هيل من أجل تصنيع شفرات أضخم يصل طول الواحدة منها إلى 100 مترا مع الإشارة إلى أن دورة واحدة للتوربينات الهوائية قادرة على توفير طاقة كهربائية كافية لتغذية منزل متوسط الحجم لمدة يومين كحد أقصى يذكر أن نحو 25% من الإنتاج الكهربائي البريطاني مصدره طاقة الرياح وهي نسبة تفوق المعدل الأوروبي البالغ 16% بحسب الأرقام المعلنة عام 2020 مع ذلك قامت السلطات الإسكتلندية الشهر الماضي بمنح امتيازات ل17 مشروعا لطاقة رياح البحر لشركات كبيرة في مجال الطاقة ما سيزيد من القدرات الإنتاجية في المملكة المتحدة